صباح الخير يا كي جي وان عاملين ايه يا رب تكونوا بحير يلا بينا النهاردة نذاكر في مادة اكتشف وفي الفاصل الثالث والأخير واللي بيتكلم على اين نجد المية والنهاردة هنعمل الفيديو عبارة عن ان احنا ازاي بنلاقي المية وازاي المية دي بتبقى موجودة في حياة واول حاجة ممكن يا ميس سارة تقول لنا المية اللي حوالينا دي كلها واللي في الكون دي كلها بتكون موجودة فين وايه هي الاماكن اللي ممكن انا ايلاقي فيها المية ما يا ميس زينب بيكون موجود فيه اماكن كتيرة قوي زي زي النهر او البحر او البحيرة او زجاجة المياه او النفورة او حمام السباحة طيب احنا بعد اما عرفنا يا كيجي وان المية اللي في حياتنا دي كلها موجودة فين وايه هي الاشكال بتاعتها ممكن نعرف ايه هي المصادر اللي بتكون من صنع الانسان او الانسان المتدخل في صنعها مصادر اللي من صنع الانسان زي زجاجة المياه او النفورة او حمام السباحة طيب دي هي المصادر اللي من صنع الانسان او الانسان متدخل في صنعها طيب ممكن نعرف ايه هي المصادر اللي بتكون من عند ربنا او اللي بتتصنف ان هي ظاهرة طبيعية الانسان اتدخلش فيها المصادر اللي بتتصنف انها ظاهرة طبيعية او من خلق الله زي الانهار او البحيرة او البحر وفي نهاية المناظرة اللي احنا عملناها ما بين مي السور ومي الزينب اه عايزينكم يا كيجي وان تذكروا كويس جدا اه مصادر المياه وتعرفوا كويس جدا الأماكن اللي بتبقى موجود فيها المية وإيه اللي بتكون من صنع الإنسان وإيه اللي بتكون ظاهرة طبيعية علشان أي حد بعد كده يسألكم تجابوا وتكونوا شطار جدا جدا